بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون نريد الحديث اليوم عن حقوق الجار في الإسلام الجار وما أدراك ما الجار الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فالجار في الإسلام له حقوق كثيرة والإسلام هو دين التعاطف والتكاتف ودين التعاون ودين التكافل ودين لم الأسر ودين حفظ المجتمع ولهذا فإن الإسلام حثنا على الإحسان إلى الجار وأن نجعله كواحد من أسرتنا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي أنه سيكون أحد أفراد أسرتنا ولهذا ينبغي للمسلم وهو يؤدي فرائض ربه ويؤدي صلاته وصومه وحجه أن يكون محسنا إلى جاره وأن يجعل ذلك من دينه وأن يجعل ذلك من عقيدته وأن يجعل ذلك من منهجه في حياته فالجار في الإسلام ليس بعيدا عنك بل له حقوق عليك تترتب وله واجبات عليك أن تراعيها وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإساءة إلى الجار أو عدم تحمل أذى الجار هو من نقص في الإيمان الإيمان الذي يشعرك أن جارك هذا هو له حق عليك عليك أن تواصله وعليك أن تعينه وعليك أن تفرح بأفراحه وأن تحزن بأحزانه ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أربع من سعادة المسلم المرأة الصالحة والبيت الصالح والجار الصالح والمركب الصالح أو الهني وقال أربع من شقاوة المؤمن المرأة السوء والبيت والجار السوء والبيت الضيق والبيت الضيق فهذه الأمور إما أن تجعلك سعيداً حيث لا ينتابك شر من جارك بل أنت مطمئن على بيتك وعلى أفراد أسرتك فلا يتعد أحد عليك وأيضاً أنت في سعادة حينما تقع في مشكلة أو تقع في قضية بليل أو بنهار وقد يكون أقرباءك بعيدين عنك وقد يكون أصدقاءك بعيدين عنك فمن الذي ينفعك ومن الذي يغيثك احترق بيت أو اشتعلت فيه نار أو حدث فيه حريق أو غرق أو غير ذلك لن تجد أقرب من جارك هو الذي سيكون سنداً لك ولهذا يجب أن تكون مشعراً دائماً بحقوق الجار عليك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه إذن هو منك وأنت منه فواصله وتودد إليه وتقرب إليه وأحسن إليه وإياك وإياك أن تعمل شيئاً يؤذيه أو تعمل شيئاً يعود بالضرر عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وفي رواية أخرى فليحسن إلى جاره فالحسن للجوار وتحمل أذى الجار وعدم الاعتداء عليه أي من أولى حقوقات المسلم على أخيه المسلم أجل أيها الإخوة الإسلام والحمد لله يعيش في مجتمعات مختلفة ولكن يبقى للجار أهميته والله سبحانه وتعالى حينما أوصى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذل القربة واليتاماً قال والجار والجار ذي القربة والجار الجنب أي الجار القريب منك بأن يكون مسلماً ومن أقربائك والجار الجنب هو الجار غير المسلم فهو بعيد عنك في الدين ولكنه قريب عليك في الجوار وله حق عليك لقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام التعامل مع الجيران أن يكون بالسوية لا نفرق بين مسلم وغير مسلم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظيم منزلتي عند الله سبحانه وتعالى كان له جار يهودي ولكنه كان يزوره وحينما تمرض وأشرف على الموت أحد أبناء جاره اليهودي ذهب إليه وجلس عند رأسه وقال أسلم يا غلام فالغلام أخذ ينظر إلى أبيه وإلى النبي عليه الصلاة والسلام أي طيع رسول الله وهو يعلم أنه جاره ومحسن إليه وأن أخلاقه عليه الصلاة والسلام قد أثرت في الولد فقال له أبوه يا غلام أسلم وأطع أبا القاسم هكذا يا إخوة الإيمان نجلب الناس إلى دين الله ونحبذهم بشريعة الله حينما تكون أخلاقنا حسنة وحينما نكون قد أدينا حق الجوار فيما بيننا ولهذا يا أخوة نهى النبي عليه الصلاة والسلام نهى الجار أن يؤذي جاره ولو بشيء قليل وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله نفى الإيمان عن من تنفاه يا رسول الله قال من لا يؤمن جاره بوائقه أي لا يؤمن جارك شرك فأنت ضعيف الإيمان ضعيف الصلة بالله سبحانه وتعالى لو كان إيمانك قويا بالله لا أمن جارك من شرورك وأمن من الإساءة إليه بل كان الإحسان منك إليه هو أساس كل شيء ولهذا إن من أعظم الذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام سئل قال أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندى وهو خلقك ثم قالوا أي يا رسول الله قال 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 أن تزاني حليل تجارك أي من الذنوب العظام الكبيرة هي أن تزاني حليل تجارك فأول ما قدم قال أن تشرك بالله والثانية قال أن تقتل ولدك خشية الفقر والثالث قال أن تزاني حليل تجارك إذن فالاعتداء بأي شكل من الأشكال على الجار إنما هو ذنب عظيم يفقدك الإيمان ويفقدك الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أخوة الإيمان هذا ديننا والحمد الله وهذه أخلاقنا فلنلتزم بها ليعود مجتمعنا مجتمعا متكافلا سليما ليس فيه غل ولا حقد ولا بغضاء ولا شحناء وإنما هو المجتمع المتعاون المتكافل فيما بينه هدان الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وجعلنا وإياكم من المتمسكين بسنة رسول الله ومن المؤدين لحقوق الله وحقوق عباد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة